الاجتماعية وحتى انتمائكم العائلي خلي أننا لفلان يلعب ورقة سي جميعي خاصة أنا وليت بلسا يعني معروفة بنشاطها السياسي بانتمائها يعني الشخصيات السياسية أسكو هذا يخلي أنه نقولوا أن جميعي وسي كانت عندوا أوراق ضغطة أخرى؟ والله هي الافتخار الكبير أننا ننتمي بالدرجة الأولى إلى عائلة مجاهدة من فرقة مجاهدة عرفت بالجهاد بالعمل على استقلال الجزائر عائلة متواضعة جدا يعني كلها تقريبا إطارات الحمد لله كل إخوتي إطارات جميعيين عائلة تقريبا الأب رب يطول عمره إن شاء الله يعني فلاح منذ البداية منذ أني عرفته ولحد الآن يمارس عمل الفلاحة بتواضع جدا يمكن أن الأقويل لا تعطي الحقيقة هي فالحقيقة عائلة مجاهدة متواضعة تحب العمل ووطنية كذلك إلى درجة معينة ولكن يقال أنكم أيضا تنتمون العائلة لها يعني مقام اجتماعي كبير يعني معروفين أنكم تنتمون إلى مؤكد فئة رجال أعمال يعني عائلة جميعي مؤكد أن الإخوة عندهم يعني مؤسسة مؤسسة رائدة كذلك وأن نفتخر أنهم عندهم مؤسسة كما هذه تساهم في خلق تنمية واقتصادية وتساهم كذلك في قضاء على كثير ربما حتى محليا نعم خاصة البطالة محليا بولاية تتبسة تقريبا من بين المستثمرين القلائل ونجحين الحمد لله ربي عونهم في إطار القانون وفي إطار أطر الدولة الجزائرية تقريبا هذه هي تقريبا الأعمال للعائلة في الشفافية التامة في الوضوح وتساهم كثيرا في تنمية المنطقة وهذا كيف قدرنا نعمل ولكن سي جميعي وعليش أنتم فضلتم ممارسة سياسة بالرغم أنكم قريت مؤهلة جامعية فضلتم ممارسة سياسة عكس ربما أنكم تمارسون أعمال أخرى أعمال مهنية تتماشى مع شهادتكم الجامعية لماذا يخبرون السياسة؟ والله في الحقيقة هي يمكن تقدر تقول من باب الحب لهذا العمل أو فطرة من الفطرات لكن هذا السياسة أو ممارسة السياسة هي ليست حكر على الجهة معينة دون جهة أخرى السياسة تحتاج أن يمارسها كل مكونات المجتمع الجزائري يمارسها الطبيب إذا كانت حتى الطبيب هذا عنده كلينيك وإلى كذا ما نقدرش نقوله عليها ورجل الأعمال إذا حبي مارس السياسة يمارسها كذلك لفوكا مهن ما يكون يمارسها العمل يمارسها الفلاح يمارسها رجل الأعمال من أجل خلق نظرة تكاملية لأن السياسة تمس كامل للقطاعات سوى قطاعات اقتصادية أو الثقافية أو علمية كل هذه الأمور سوف تناقش سياسيا وماذا تردون على الذين يقولون أن بعض الرجال الأعمال أو بعض الناس الذين تمون إلى فئة اجتماعية نقول يعني عندها نفوذ نوعا ما يمارسون السياسة من أجل ربما الاستفادة أكثر من المزايا هل نعم أنا نظن أنه يعني الوطن للجميع والجزائر للجميع ونظن يعني لا أحد يستطيع أن يزايد على الأخرين بوطنيته أو بالوطنية لأن الوطنية فترة كل الناس متشبعة بمبادئ نوفمبر كل الناس متشبعة بالثورة الجزائرية كل الناس جزائريين كل الناس يحبون الجزائر بالعكس أنا نظرتي متفتحة جدا لما نجد في السياسة عامل بسيط يمارس السياسة لا أحتقره متأكد أن له نظرة ستكمل ستكمل أي فرضية نأخذها أو أي قرار يأخذ إذا وجدت طبيب يمارس السياسة فهذا شيء جميل إذا وجدت مهندس يمارس السياسة فهذا شيء جميل إذن هي ليست وسيلة حكر على فئة من المجتمع لأن اليد الوحدة عمرها متصفق وعمرها أبدا متصفق ولا تصل إلى الصواب المجتمع يحتاج إلى عمل متكامل في كل القطاعات لرجل أعمال الحق أنهم يمارسون السياسة كما للعامل البسيط الحق أنه يمارس السياسة يعني كل فئة الاجتماع نعم الحق أنه يمارس السياسة هنا الأمور تنحصر في كل من له فكر وله تصور في موضوع معين وله موهبة في موضوع معين أو له يقين في نفسه أنه يستطيع أن يضفي إضافة إلى خدمة الجزائر سوى في المجال السياسي أو في أي مجال آخر فالجزائر مرة أخرى للجميع شكرا إذن سيجمعي وصلكم من البرلمان على قائمة لفلان يعني تزامن ربما هذا صدفة مع أزمة يعيشها هذا الحزب ولكن الصدفة هو أن اسم سيجمعي يعني يعني أشاك فايلة سيتي راح نسمع بزاف كلامنا سيجمعي معه فهذه الأزمة بالذات يعني يا طرى وعلاش هذا الشيء هذا أحسب رأيكم نعم يعني يعني الحقيقة في ما نقدروش نغطيه الشمس بالغرباء للأزمة في حزب جبهة التحرير الوطني هي واقع معاش وذلك بعد يعني خضوع أو في اللجنة المركزية الأخيرة في 31 جنوبي لما سيد الأمين العام عبدالعزيز بالخادم اتجه إلى الصندوق لتجديد الثقة أو نزع الثقة فكانت النتيجة نزع الثقة بفارق يعني ضعيف أربعة أصوات تقريبا أربعة أصوات منذ ذلك الحين الحزب يعيش يعني تقريبا فراغ للقيادة خاصة في ظروف لا بد أن تكون يكون حزب جبهة التحرير الوطني بقيادته متكاملا وحزب جبهة التحرير الوطني له الأغلبية من البلدية حتى إلى في كل مجاليس تقريبا يعني كل هذه الأمور تحتاج إلى تأطير وتحتاج إلى قيادة يبقى بالنسبة لإسم محمد جميعي فلربما يمكن أنا عضو لجنة مركزية يعني وكنت عضو للجنة المركزية في العهدة السابقة أو في المؤتمر الأخير خلال انتخابي بوسط جاءت من دوب بسيط جاءت من القاعدة وانتخبتني القاعدة في اللجنة المركزية بالنسبة لإسم محمد جميعي أنه يمكن بسبب النشاط يمكن نشاط كثير يخلي الناس تشير لأنه إذا كان مكاش نشاط أو تحرك خاصة في هذه العهدة كنت شغلت رئيس كتلة بالنيابة لمدة معينة هل هذا النشاط يعتبر خطر على بعض بعض الشخصيات على فلال؟ ليس يعني أنا لا أراه خطر أنا أراه بصفة ذهنيتي أنه يعني تكملة تكملة والاتحاد يولد القوة يعني ولماذا هذا الكلام يعني كثير الكلام لماذا نتكلم كثيرا على سيجمعي لا أدري فلا ربما أنا قلت لك يعني الشيء لو كان الواحد جاء حاكم بلاستو وكورسيه وقاعد ما يتحركش وما كان حتى واحد يتكلم عليه لكن نحن ثانيك يعني الإنسان عنده يعني بفطرته ونشيط ويحب الحركة ونحن هزين على أكتافنا مسؤوليا نقوم بها نحاول أننا نقوم بها على أسمى وجه إذا كان فيه كثير من ناس تفرح طبعا من الإطارات النظيفة والإطارات اللي تحب الخير حتى للإطارات القادمة تفرح ويفرحها هذا الشيء فيه ناس يعني تقريبا يمكن لا يفرحهم لحاجة في نفس العقوب هذه ليست مشكلة هل صحيح سيجمع أن الأمين العام السابق هو الذي كان وراء تعيينكم في اللجنة المركزية لفلان لا أنا أنا نقول لك يعني نحن تقول هكذا يقولوا أنه السيجمعي عنده يعني يلايتيك الكبار فافوريزي من طرف الأمين العام السابق هذا صحيح ربما يمكن فافوريزي يمكن يمكن ينقناعات عند الأمين العام يمكن ينقناعته من خلال من خلال حسب نظرته في خلال بعض